كل دي أعراض إذا أهملناها بتتفاقم بتوصل بنا للإكتئاب يعني يعتبر الاحتراق النفسي مقدمة للإكتئاب طنطن تتكلمي على جزء كبير جداً من المجتمع يا دكتور بص خلينا نتفعل حاجة أصل خلي بالك إحنا لو تكلمنا عن الوقاية هتلاقي حاجات بسيطة كل شخص فينا يقدر يعملها يعني ناس كتير جداً بتشتغل وظيفة واثنين وتلاتة وبتفقر الشغف والاحتراق النفس ده أنت كده بكأنك بتقيد صوب عكا العشرة الشام عشان محدش بالتبسط خلي بالك من حاجة أن الأضرار بتاعته تخلينا أن إحنا حتماً نخلي بالنا من نفسنا يعني مثلاً لما تعرف مثلاً أن الأضرار بتاعته ممكن هتخليني عرضة للإترابات النفسية ليه القلق والاكتئاب وقلة النوم وأنا متدايق طول الوقت متدايق لا تماماً ممكن حد يكون بيتفرج علينا وما بيشتغلش أو مثلاً رب تمنزل وبتعاني من نفس الأعراض أحياناً أن الشغل بيكون علاجة على فكرة خلي بالك أن ربة المنزل كمان ممكن تعاني من الاحتراق النفسي طبعاً لو ما أخدتش بالها من فترات الراحة بتاعتها من اهتمامها بأولوياتها أنه لها اهتمامات هي بتحب تحب تخرج تعمل شوپنج بتحب مثلاً تعمل رياضة تحب تسمع موسيقى إن شاء الله تعمل نفسها في نجان قهوة تشربه بمزاج لو نسيت نفسها في الحاجات ذو كلها ودارت في عجلة الحياة بالصبت لو حضرت الغدى للأفراد الأسرة وصرت نفسها لها أي المهم أن أنا ألبي إحتياجات الأسرة أنت لأكل يعجبك وإيه ونسيت نفسها ومعاديتش تاكل مع الأولاد أو معاديتش تاكل معهم ده يعرضها للإحتراق النفسي طب إيه الفرق بين الضغط النفسي والإحتراق النفسي؟ الإحتراق النفسي غير الضغط النفسي الضغط النفسي اللي ببقى مثلاً مضغوطة لفترة معينة أما الإحتراق النفسي بيؤدي إلى الإنفجار يعني عارف حلال بريستو اللي بتبقى مضغوطة اللي هي فيها غليان من جوا بس ما بتتخرجش ولا أي حاجة هو ده بقى الإحتراق النفسي من فوق بقى ممكن خلي بالك أن فيه مثلاً أعراض جسدية بتخلينا برضو لازم وعيين أن لو حصل حاجة زي كده أنا معرض للإحتراق النفسي اللي هي مثلاً زي إيه؟ زي مثلاً متلازمة القلب المكسور بتطلع أصبح يظهر دلوقتي أنه قلبي وجعني ديء في التنفس تعرق في اليدين أنا أكيد عندي القلب أنا أكيد تعبان أحياناً اللي حالة نفسية بتسبب لك أعراض عضوية ده ليه؟ لأن أنا أهملت كل الحاجات اللي أنا أبقى واعي بيها أني أنا أخلي بالياع على نفسي منها